اشتركوا في القناة يكشب يفهم وروحك يعلم تجمد كلامك ما أحلى مكان دوقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليها يا ربي كتابك عيني تشوفك ويلبسني صوتك حضورك وسرتك فعمري بان أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد سفر المزامير هو سفر الترنيمات وسفر الاختبارات وفيه إشارات كثيرة عن شخص المسيح كما قال للتلاميذ في لوقة 24 كما هو مكتوب عني في نموس موسى والأنبياء والمزامير لتعرف الكثير عن المسيح في سفر المزامير أدعوك لمرافقتنا في فاحصين الكتب أهلا وسهلا بك لإمام المغنين لبني قورح قصيدة اللهم بآذاننا قد سمعنا آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم أنت بيدك استأصلت الأممة وغرستهم حطمت شعوبا ومددتهم لأنه ليس بسيفهم امتلك الأرض ولا ذراعهم خلصتهم لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم أنت هو ملك يا الله فأمر بخلاص عقوب بك ننطح مضايقين باسمك ندوس القائمين علينا لأني على قوسي لا أتكل وسيفي لا يخلصني لأنك أنت خلصتنا من مضايقين وأخزيت مبغضينا بالله نفتخر اليوم كلهم واسمك نحمد إلى الدهري مزمور أربعة واربعين هو أيضا مزمور لبني قورح وله ارتباط بـ 42 و43 رأينا في 42 و43 اختبار الضيقة البقية التقية في وقت الضيقة وهي تصرخ إلى الرب هنا في 44 بيبتدوا المزمور مش بالصراخ بيبتدوا المزمور باسترجاع مراحم الرب السابقة وأعماله الرائعة والعجيبة معهم ومع الشعب في الماضي والحقيقة ما ننساش لأن الكتاب هم بني قورح مين أنسب من أشخاص زي بانو قورح اللي اختبروا رحمة خاصة من الرب لما كتاب بيعرفنا أن قورح وجماعته هلكوا وبعين يقول في سفر العدد الصح 26 وعدد 11 أما بانو قورح فلم يموتوا كأنهم بيقولوا مين أحق مننا أننا نشهد عن مراحم الرب يبتدوا ويقولوا في العدد الأول اللهم بأذاننا قد سمعنا أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم ما هو هذا العمل أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم حطمت شعوبا ومددتهم وده بيرجعنا لعبورهم البحر الأحمر لما الرب شقه أمامهم ثم تمليك الرب ليهم الأرض بعد سقوط أسوار أريحة بس يقولوا دا لم يكن بقوته ولم يكن لفضل فيهم لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم أما لايه يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم في درس جميل هنا أنه دايما في أمور الله مش بالزراع ولا بالقوة الشخصية أتذكر داود وهو ريحه قدام جوليات يقول له أنت تأتي إليا بسيف وبرنح وبتورس ولكن أنا آتي إليك باسم رب الجنود الفضل والقوة عند رب الجنود اليوم يحبسك الرب في يدي لكن هل الرب مجرد اختبارات في الماضي فقط؟ هل هو إله من بعيد؟ ودلوقتي تغير؟ حاشا بشوف في الثلاث آيات الأول اللي حضرتك أشرت إليهم تواذي مع الثلاث آيات اللاحقين ففي آية واحد بيقول له اللهم بأذاننا قد سمعنا أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيام القدم فعدد أربع يقول له أنت هو ملك وإنت إله الحاضر ما تغيرتش زي ما كنت معاهم في الماضي وكنت إلههم أنت إلهنا كنت ملكهم أنت ملكنا عدد اتنين أنت بيدك إذ تأصلت الأمم وغرستهم مع عدد خمسة بك ننتح مضايقين زمان كان فيه مضايقين والنهار دا فيه مضايقين عدد ثلاثة مع عدد ثتة لأنه ليس بثيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم وإحنا كمان لأنه على قوثي عدد ثتة لا أتكل وثيفي لا يخلصني وكأنه الكاتب عايز يقول لله الظروف بتاعة زمان هي بتاعة دلوقتي لا إله زمان هو إله دلوقتي لأنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبات عدد ثمانية ينفع يكون عنوان لكل الجزء من واحد لثمانية فقدر أشوف المزمور دا أربع أفكار رئيسية الفكرة الأولى من واحد لثمانية الافتخار بالله التباهي بالله لما بيقول في عدد ثمانية بالله نفتخر اليوم كله واسمك نحمد إلى الدهر الفكرة الأولى التباهي بالله الافتخار بالله الفكرة الثانية الحيرة من الله هيشوفوا دلوقتي هيدخلوا في ضيق ويشعروا كأن الله تركهم عندهم الغاز في حيرة من الله بعد كده هيكون عندهم تعبير عن الأمان لله لم يفرطوا في اعتبارات قداسة الله ولم ينكروا اسم الله بعد كده هيكون عندهم توجه بالصلاة لله هيصلوا في الآخر لكن لافت نظر هنا وهما بيتباهوا بالله أول حاجة قالوها في أول المزمور اللهم بأذاننا قد سمعنا أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم جابوا منين المعلومات دول الأباء علموا الأولاد وإحنا هنلاقي فيه تحردات كتير في سفر الخروج الصحة 12 و13 وبعد كده في سفر يشوع سفر التسنيع تحردات تقول لأولادك إيه وإذا سألك ابنك تقول له إيه وإنت تخبر ابنك إيه وتعلم أولادك إيه جيد أن يعلم الأباء الأبناء مش بس أقوال الله لكن أفعال الله أقوال الله المتضمنة في هذا الكتاب لكن أفعال الله عمله مع دول عمله مع الشعب في القديم عمله مع دانيال علشان الأولاد يسترجعوا معاملات الله في الماضي ويطبقوها في الحاضر يبقى تعليم للأجيال وده اللي بيعبر عن افتخار هذا الشعب بإلههم اللي عملوا مع أبائهم يقدر يعملوا معاهم لنمنألوا لأولادهم ما فعله الله معهم فأمر بخلاص يعقوب الآية 4 لما نربطها بمزمور 146-5 طوبة لمن إله يعقوب معين عشان خطرة أتمتع بخلاص الله علي أن أكون أنا تابعه إله يعقوب إلهي أنا إذا كنت الله أقدر أقول له يا الله إلهي أنت عندئذ أستطيع أن أتمتع بخلاص ويقول فأمر بخلاص يعقوب مش إسرائيل لأنه يعقوب فكرنا بالضعف والمثكنة وفكرنا كمان بعدم الاستحقاق وما كانش له أي حق في البركة ولا في الحفظ الإلهي والرب أمر بخلاصه لماذا يأمر بخلاصهم أنت هو مالك يا الله في سبب وفي نتيجة يعني إن لم يكن الله هو المالك لحياتنا وحياتنا تتحلى بالقداسة لتخلى الله في صفنا مش هنتمتع بإنقاذ الله وخلاص الله أتكلم عن قد إيه يكون تكرسنا هو المادة اللي بتخلى الله يساعدنا في ظروفنا أفتكر الشعب لما كان في شر عظيم وخد تبوت الله ونزل الحرب بدلا من أن يخلصهم الله سلمهم ليد الأعداء لأن الله مش ممكن أبدا يتهاول مع الشر فعلشان الله يأمر بالخلاص والإنقاذ علينا أن تكون حياتنا حياة سيادة الله وسلطان الله واخد كل أبعاد السيادة على حياتنا أنت هو مالك يا الله فأمر بخلاص يعقوب يأكد كلامك عدد ثلاثة لما بيقول لأنه ليس بثيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم أما الإيه لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيط عنهم طيب وإحنا إزاي ممكن نحظى بالرضى الإلهي إلا من خلال شخص المسيح وعمل المسيح عدد تمانية بالله نفتخر اليوم كله جميل أنه لا يكون شخص هو موضوع الافتخار إلا الله نفسه داود في مزمورة 34 بالربي تفتخروا نفسي يسمعوا الودعاء فيفرحون عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معي كمان في نصيحة الهلنة إرمية في سفر إرمية الصح 9 بيقول لنا هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمتي ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه مالبمين نفتخر بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض لأن بهذه أصر يقول الرب يجي بوليس في كورينسوس الأولى واحد لما يتكلم عن أن المسيح صار لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء يقول إيه حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب يعني نفهم من كلام حضرتك أخي فريد الشيء وعكسه يعني إحنا ما نفتخرش بهذا بذاك لكن بهذا فليفتخر أنا المفتخر هنا بيقول بالله نفتخر اليوم جميل إن إحنا مش بس ما نفتخرش بالناس ولا بحاجة فينا لكن جميل أيضا أننا نفتخر بالله اليوم يعني كل ما تيجي مناسبة نمدح في الله عظيم هو الله لول الله الذي كان لنا لابتلعونا أحيانا واضح جدا هنا يعني أدوات الحرب لما بيقول بك ننطح مضايقين باسمك ندوس القائمين علينا لأني على قوس لا أتكل أدوات الحرب هو الرب شخصيا واسمه وده بيأخذ ذهننا لودي البطن لما واجه داود جوليات وقال له نفس العبارات قال له أنت تأتيني بسيفك ورمحك وترسك أنا ما عنديش كل ده أما أنا فات إليك بإسم رب الجنود قد الإسم اليوم يحبسك الرب في يد اسم الرب وشخص الرب هما أدوات الحرب الفعالة جدا مش اتكالة على السيف ولا على القدرة إحنا معاركنا روحية ما لنشأ أي خصومة مع أحد معاركنا الروحية بيحسمها الرب واسم الرب عندما نحتمي في الرب وفي اسم الرب عندما نعول على شيء واحد الرب واسم الرب لازم النصرة تكون من حقنا لا جيوش ولا خير هتخلصني ولا سف ولا قوس يد النصرة دي يمينك بس ونر واجهك وبروحك مش قوة وقدرة لا جيوش ولا خير هتخلصني ولا سف ولا قوس يد النصرة دي يمينك بس ونر واجهك وبروحك مش قوة وقدرة أنا صابر مش هترح في قتيل مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد أنا صابر مش هترح في قتيل مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد لكنك قد رفضتنا وأخجلتنا ولا تخرجوا مع جنودنا ترجعنا إلى الوراء عن العدو ومبغضونا نهبوا لأنفسهم جعلتنا كالضأني أكلة ذريتنا بين الأمم بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم تجعلنا عارا عند جيراننا هزأة وسخرة للذين حولنا تجعلنا مثلا بين الشعوب لإنغاض الرأس بين الأمم اليوم كله خجلي أمامي وخزي وجهي قد غطاني من صوت المعير والشاتم من وجه عدو ومنتقم هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خن في عهدك لم يرتد قلبنا إلى وراء ولا مالت خطوتنا عن طريقك حتى سحقتنا في مكان التنانين وغطيتنا بظل الموت إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب أفلا يفحص الله عن هذا؟ لأنه هو يعرف خفيات القلب لأننا من أجلك نمات اليوم كله قد حسبنا مثل غنم للذب أقدر أقول إن بقية هذا المزمور بيكلم في نقطتين الله ليس بظالم الله ليس بنائم لأنه يبدو من قراية الجزئين من عدد تسعة لغاية عدد اتنين وعشرين كأن الله ظالم ومن عدد تلاتة وعشرين للآخر كأنه نائم والإجابة الصحيحة أن الله لهو ظالم ولهو نائم إيه حكاية الظالم؟ عدد تسعة لكنك قد رفضتنا وأهجلتنا إحنا قمنا بكل اللي علينا ما أصرناش في ولا حاجة بس إنت يا رب في الحقيقة أصرت معانا شوف لما يقول إيه مثلاً إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب ما حصلش إحنا ما عملناش كده إطلاقاً كل تاريخنا الماضي كنا إحنا في مية في المية مع ربنا إيه ده؟ بيقولوا كلام ده المين؟ كأننا إحنا ما عندناش خبر أبداً باللي تكتب فيه الأصفار المقدسة بدءاً من مصر ثم خروجهم في البرية ثم دخولهم إلى الأرض إلى أن جاء المسيح وصلبوه إحنا ما أصرناش إنت اللي ظلمتنا الله لا يصلم لكن سمح لكم بالضيق نعم ولماذا؟ لأنه بيكرهكم لا لأنه بيحبوكم في الحقيقة الذي يحبه الرب يؤدبه لماذا؟ لأن الضيق حيقودهم إلى التوبة بالضبط بيفكرنا بيوسف لما هو مش بيفتر على أخواته أنتم جواسيس ودخلهم السجن مش عشان يزلهم لكن عشان يقودهم إلى التوبة ونجع يوسف تماماً فإذا كان يوسف بحكمته المحدودة نجع في أن يقود إخواته إلى التوبة ألا يستطيع الله كلي الحكمة أن يقود شعبه إلى التوبة وهذا ما حدث فعلاً زي ما هنشوف في بقية المزامير بالنظر لتاريخهم فعلاً خانوا الرب كثير لكن بالنظر نبوياً للأطقياء في وقت الضيق هتبقى عليهم مضايقات رهيبة وبالرغم من كده هيمثقوا في الرب وفعلاً مش هيخونوا عهده يلفت نظرنا أنه في الجزء الثاني اللي يبدأ من عدد تسعة بيتكلم عن الضيق ودوائر الضيق التي اكتاز فيها الشعب نشوف بعض العبارات اللي بتلخص لينا وترسم لينا صورة لهذا الضيق فممكن نشوف الرفض لما بيقولوا في عدد تسعة لكنك قد رفطتنا وأخجلتنا ممكن نشوف العار لما نشوف عدد ثلاثتاشر يقولوا تجعلنا عاراً عند جراننا ممكن نشوف الخجل لما بيقول في عدد خمستاشر اليوم كله خجل أمامي لكن لما دخلوا بعد كده قالوا احنا عندنا حالة من البر مرجعناش من وراك تمسكنا ببرنا لم ننكر اسمك وكأن الله يعمل معهم بظل الحياة ده رسم قدامي صورة أخرى لواحد تاني عاش حياة البر ومر بهذه الدوائر من الألام هما بيقولوا في عدد سبعتاشر ما نسيناك لكن تاريخ الشعب كله بيقول انه هما نسيوا الرب بيقولوا مرجعناش من وراك وروحنا وراء أليها أخرى لا تاريخ الشعب كل يقولوا انه ما سابوا الرب وذهبوا وراء أليها أخرى لكن ماذا عن الشخص الوحيد الفريد التقي الوحيد اللي لما جه على الأرض مجد الله وكان طعامه أن يتغذى على مشيئة الله يفعل مشيئة الله وبالرغم من كل هذا من بريه وتقوى مر في نفس دوائر الألام والضيق هل ترك؟ نعم ابن الله تبارك اسمه على الصليب صرخ هذه الصرخة إلهي إلهي لماذا؟ تركتني هل شعر بالعار؟ العار قد كسر قلبي فمرت هل جاء عليه الخجل؟ غطى الخجل وجهاه مع الفارق إن الشعب وإن شعر بدوائر الألام هذه فهو شعر بها بالاستحقاب الشعب يستحق العار يستحق الخجل علشان ممشيش قدام الرب بالطقوة لكن الشخص الوحيد عندما اختبر كل هذه الألام ودوائر الألام كان في حالة من النيابة والبدالية على الصليب الرب قد وضى عليه إثم جميعنا زي ما فيه ألام من أجل الإثم ومن أجل الخطيئة فيه ألام من أجل البر إحنا عادة بأنه ترجم ترجمة خاطئة لكل شخص بيعدي في ألم أو في ذيق أو في محنة إنه ينال استحقاق ما فعل وإنه بيحصد ما تم ذرعه ثابقاً ونظرة أصدقاء أيوب لأيوب في محنته وفي ذيقته إنه مؤكد لأن الله مش ظالم فهو يستحق كل هذه الألم لكن لما بنقلف في الكتاب ونشوف بنلاقي إنه يا ما أثقياء من أجل البر تعرضوا لألام كثيرة يوثف من أجل بره مش من أجل قثامه مش من أجل خطيئته تعرض للسجن ظلماً شفنا رب يوثف وهو خير مثال لنا وبنشوف نفس الآية في عدد 22 لأننا من أجلكاً ومات اليوم وكله قد حثبنا مثل غنم للذبح بولث ياخدها ويطبقها علينا إحنا كمؤمنين مسيحيين في هذا التدبير لما بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيحة أشد أم ضيق أم جوع أم عري أم اضطهاد أم خاطر أم ثايد ويقتبث هذا المكتوب أننا قد حثبنا مثل غنم للذبح فمش كل ألم نعدي فيه نعتبره أنه حصاد لما ثارعناه بل هي ألم في طريق البر نقدر نعتبر استكمالاً لكلامك أخي أسامة عدد 22 من أجلك نمات اليوم وكله بنرى فيها واحد من الفوائد للضيق عندما يسمح به الله لنا ليس لقيادتنا للتوبة على خطيئة لكن لتدريب الإيمان لماذا يسمح الله أحياناً بضيقات شديدة جداً الإجابة لكي يجعلنا نفقد الثقة في أنفسنا تماماً فنلقي بأنفسنا بالتمام عليه واسمعنا إشارة في روميا 8 كمان في إشارة للرسول بوليس في كورينسوس الثانية الأصحى الأول وهو يقول للإخوة هناك يقول لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسية أننا تسقلنا جداً فوق الطاقة لدرجة إيه؟ حتى أيسنا من الحياة لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت خلاص قلنا لا أمل أن احنا نعرف نخرج من الضيقة دي لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات والنتيجة الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضاً فيما بعد بيعجبني عدد 21 بيقول أفلا يفحص الله عن هذا لأنه هو يعرف خفيات القلب هم شايفوا أنه هم مرتدوش من وراء الرب ومخنوش العهد برغم من الألم اللي بيكتذوه لكن لم يرتدوا إلى الوراء لكن مش بيكتفوا بحكم أنفسهم على أنفسهم لكن بيرتدوا بحكم الرب اللي يعرف خفيات القلب واللي بيفحص الأمور خير فحر وإحنا حلو أنه يكون عندنا هذه العادة أنه في أي ضيقة أو حتى بعد أي عمل أنا أعمله محكمش أنا في روحي لكن أروح لرب الفحص القلوب أقول له اختبرني يا الله وعرف قلبي امتحني وعرف أفكاري أنت تقدر تشوف إن كان فيي طريق باطلاً وهديني طريقاً أبدياً بولث كان عنده هذا التوجه مع أنه ضميره ومش ليمه في أي حاجة بيقوله مع ذلك لفته مبررة لأنه مش أنا اللي بحكم في روحي لكن الذي يحكم فيي هو الرب الذي يعرف خفيات القلوب ده بيفكرني بقصة معروفة لنا وليها ارتباط بالموضوع بتاعنا أخوات يوسف أخوات يوسف برضو عاملين زي الجامعة دول نحن أمنا نحن أمنا أنت لو قلتوا الكلام دا لأي واحد في الدنيا غير يوسف ممكن نصدقكم لكن تقولوا ليوسف إحنا أمنا يا كذبين أهما هنا نفس الحكاية بيقولوا إحنا ما خلناش ربنا وهو يعني بنستشد به وهو عارف بس لما الرب ضرب أو لما يوسف ضرب إخواته قالوا حقاً إننا مزنبون وده بالضبط اللي حيحصل مع هذه الأمة لما يجلسها الرب في الضيقة هيعترفهم بخطيتهم وحينوخوا عليه يعني منحة عظيمة زي منحة واحد على بكره أو على وحيده حفرق جداً الكلمة المفتاحية في عدل 22 لأننا من أجلك يعني فيه آلام وقد تكون الآلام تصل إلى حد كغنم تصاق للذبح أو غنم معدل الذبح أو غنم للذبح من أجلك نمات كل النهار بس المفتاح في كلمة لأجلك فيه آلام لأجل مجد المسيح وفيه حياة تنتهي أيضاً لأجل مجد المسيح وفيه حمل عار لأجل مجد المسيح لأن فيه أنواع أخرى من الألام إحنا بنتسبب فيها إن كان واحد صارق أو قاتل أو متداخل في أمور غيره ما يقدرش أبداً يقول لأجل مجد المسيح لكن من يتألم لأجل مجد المسيح روح المجد والله يحل عليكم فدي كلمة بتفرح القلب وتريح القلب وانا واقف في صف الرب لأجل الرب لأجل مجد الرب أنا واقف في دائري ترضى إلهي وهو مين اللي مات لأجل مين ما هو مات لأجلنا ومات نيابة وكفارة عننا وأقل حاجة ممكن إنها تقدم لي تكريث القلب والحياة حتى ولو كان فيه اضطهاد أو ضيق نقول من أجلك نمات كل اليوم أو كل النهار جميل إن إحنا نضرب نفسينا على العدد واحد وعشرين لأنه هو يعرف خفيات القلب أنا قادر أخبي خفيات قلبي عن قارب لي عن أخوه يشقيقي عن زوجتي لكن ما قادرش أخبي أي حاجة عن الله إنه يعرف خفيات القلب ده ببرهن على لهوت المسيحة لأن الرب لما كان هنا في أيام كثده كان بيعرف خفيات القلب لما كانوا يتكلموا في قلوبهم من هو هذا حتى يغفر خطايا كان يفحص القلب لما سمعان الفريس يتكلم في قلبه لو كان نبي لعلم من هذه أنها خطئة قالوا يتبعان عندي شيء أقوله لك وكان بيكشف خفيات القلب لم يكن محتاجاً أن يشب أحداً عن الإنسان لأنه كان يعرف الجميع استيقظ لماذا تتغافى يا رب انتبه لا ترفض إلى الأبد لماذا تحجب وضهك وتنسى مذلتنا وضيقنا لأن أنفسنا منحنية إلى التراب لصقت في الأرض بطوننا قم عوناً لنا وفدنا من أجل رحمتك كنا أشرنا ثابقاً أن المذامير من 42 لـ 48 بتشكل ثبعية ثلاث مذامير 42 و43 و44 بنشوف فيه الضيق والضغط والإنحناء وثلاث مذامير 46 و47 و48 بنشوف الترنيم والتهليل والتثبيح نظراً لأنه فيه مذمور 45 اللي أخذنا قبل كده ضمن مجموعة المذامير المستيوية بيورينا تدخل الله للصالح الإيمان فتدخل الله اللي بنشوفه فيه مذمور 45 بيحول الضيق والتنهد والألم والحظ اللي في الثلاث مذامير إلى فرح وترنيم وتهليل في الثلاث مذامير اللحاقة بالأعداد اللي قدامنا في مذمور 44 أعداد من 23 إلى 26 بنشوف قمة الإنحناء أنفسنا منحنية هم قاعدين يقولوا في كل المذامير من 42 و43 لماذا أنت منحنية بس ما قالوش منحنية إلى التراب هنا وصلوا بإنحناءهم إلى التراب لثقت في الأرض بتوننا ده شغل ده شغل الله ودي معاملات الله والله ما يبتديش إلا لما احنا نجيب آخرنا وهم هنا جابوا آخرهم ولما جابوا آخرهم قالوا قم عوناً لنا وفدنا مش لأننا حلوين ومش لأننا نفتحك ومش لأننا ما خلناش عهدك ومش لأننا فضلنا وراكم كملين لأ من أجل رحمتك هم وقعوا في مراحم الله أقدر أقول هم عرفوا الطريق الصحة هو من هنا الله يبتدي شغله في آخر نبوة نيخة الشعب بيمسك في مراحم الرب لما قول في نيخة سبعة عدد تسعتاشر يعود يرحمنا يعني أيها حيخلصهم طبعاً لأنه أمين لكلامه لكن على حساب إنهم يستحقهم زي ما قالوا هنا كتير إحنا ما خلناش إحنا كويسين لا أنتم مش كويسين بس هو حيرحمكم وده اللي هم قالوه في آخر هذا المزمور من أجل رحمتك من عدد تلاتة وعشرين بتقدم لنا الجزء التالت في هذا المزمور اللي بيبقى لنا الفكرة التالتة إحنا عرفنا أنه من عدد واحد لغاية عدد ثماني يتكلم عن الماضي واللي عملوا الله معهم ومع أباهم من عدد تسعة بيتكلم عن غموض الحاضر عندهم آلام متكررة افتكروا أن الله بيظلمهم لكن الله بيفحص القلوب لكن من عدد تلاتة وعشرين في صلاتها تتوجه لله والصلاة قد تبدو في بعض كلماتها غريبة لما بيقول استيقظ لماذا تتغافى يا رب يعني استيقظ لماذا تتغافى يا رب كأنها بلغة بسيطة بتقوله انهي صمتك يا رب كف عن الصمت يا رب الله وهو صامت لا يمد اليد للإنقاذ وهم في حلاءات ودوائر من الألام كأن الله ترك المشهد كأن الله وقف يتفرق كأن الله صامت فهم بيقولوا له لماذا تتغافى انهي صمتك تدخل ليتك تشق السماوات وتنزل بس هما بينادوا الله علشان يتدخل وصلوا إلى مرحلة من الرفض رفض لايه رفض لذواتهم وده شغل الله بقى في طول فترة التشكيل هم كانوا يظن في أنفسهم أنهم شيء إحنا ما خلناش إحنا ما رجعناش إحنا ما عملناش بس لما يوصلوا للطراب الطراب ده نهاية كل شيء لأنك تراب وإلى تراب تعود يعني حالة من الموت والضعف وشنا في التراب وصلنا إلى حالة من الرفض رفضنا ذواتنا أعتقد ده الكورس اللي خاده أيوب لما فض المعتد بذاته وكان بيستزنب الله ويبرر نفسه لكن لما وصل إلى هذا المستوى اللي هو مستوى عدد 23 قال بعد كده إني أرفض وأندم في الطراب والرماد رفض نفسه وشه بقى في الطراب وصل إلى حالة من الموت عشان يبرر الله ويدن نفسه وقتها ينفع الله يتدخل لما أستزنب نفسي وأبرر الله هو يبدو كأنه مش شغال لأنه ما فيش حاجة للصالحهم بالتم لأنه هو شغال شغال فيهم وده شغل الرب إنه قبل ما بيشتغل للصالحنا وقبل ما بيشتغل بينا بيشتغل فينا استيقظ لماذا تتغافى يا رب النبرة أو الفكرة دي بنجدها في الأنجيل عندما كان المسيح في مؤخر السفينة على وسادة نائما وبعد نجوم التلاميذ يقول له أما يهمك أننا نهلك علق واحد قال لو كان لا يهمه هلكنا اللي جابه من السماء للأرض ده جاي لكي يطلب ويخلص ما قد هلك بس أحياناً ربنا بيسمح لينا بظروف ضغطة وبنقول كلام زي ده لكن إحنا عارفين أنه بحسب مزمور مية واحد وعشرين إنه لا ينعس ولا ينام وفي الوقت المعين بس هو النهاردة إحنا عايشين فيما يسمى سر الله عشان كده في أمور كتيرة مش قدرين نفسرها لكن قبل ما يتم سر الله يقول لا يكون طباط خلاص فترة التأني والانتظار اللي ربنا عملها دلوقتي لأنه في زمان النعمة هتنتهي عن قريب وكل تعد ومعصية سانال المجازات العادلة مش عارف أقيم الجرأة هل الجرأة حلوة ولا مش حلوة الحقيقة ما عنديش تقييم لكن هم كانوا صادقين مع أنفسهم ومع الرب ففي جرأة فاستيقظ لماذا تتغافى انتبه في جرأة وأعتقد بشوف الجرأة دي مع موسى ومع إلي ومع كتير من رجال الله إلي يقول له إلى المرأة التي أنا ناذر أثأت يعني بشوف أنها كلمات كلمات جريئة جدا لكن لنا بلحظوا أنه ولا مرة من المرات اللي تعامل فيها الشعب أو المؤمنين مع الرب بهذه الجرأة الرب لمهم أو دنهم أو ثعب عليه حتى منهم لكن تجاوب برحمته الأعداد الأخيرة في المزمور اللي بنتأمل فيها دلوقتي بتاخد أفكارنا للمثل اللي تكلم فيه الرب في إنجيل لقاء الصحة 18 عن الأرملة وقاضي الظلم عشان يبين مفارقة كبيرة جدا بين هذا القاضي الظالم وبين شخصه والله أبونا الصالح الطيب لكن الدرس الجميل هنا هو درس تأني الله لوقت معين يريد أن يصل إليه فيقول الرب في لقاء 18 أن هذا القاضي كان لا يشاء إلى زمان لكن بعد كده يقول اسمعوا ما يقول قاضي الظلم أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم وده درس مهم لنا كلنا أنه الرب عنده وقت طب ليه يا رب متمهل ما فيه أمور احنا بنصرخ لك فيه يقول لأن فيه دروس أنتوا محتاجين تتعلموها وطوقيتي مجاش أقول لكم أنه ينصفهم سريعا هناك توقيت متى جاء توقيته لابد أن ينصف إلى وقت عن يوسف إلى وقت مجيء كلمته لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقتنا هما سبق وقالول لماذا نسيتني في مزمور اتنين واربعين الآية تسعة والإجابة لا المرأة ممكن تنسى طفلها وابن بطنها بس أنا ما نساش هنا بيقول بقى مش بتنسانا لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا وبرضو الرب ما نساش بالعكس ده في شعية يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضراته خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة يرد يكون درسلين لأن احنا برضو أمام ضغوط الحياة أحيانا نقول يا رب التنسينا يا رب التنسي دي خطنا الله لا ينسى يعني إذا كنا بنشوف في المزامير ثلاث صور صورة اختبارات المؤمنين في الضيق والفرج وصورة مسيينية تخص المسيح في ألامه وأمجاده وصورة نبوية تخص الأمة في ضيقها وبركتها في ملك المسيح الألفي فنقدر نشوف في آخر ثلاث أعداد على الأقل صورة للمسيح وصورة للبقية للأمة احنا قلنا أن المسيح اكتاز في كل دوائر الألام هذه وليس على مبدأ الاستحقاق لكن في نيابة وبدلية كاملة هل حجب وجه الله عنه نعم لما قال إله إله لماذا تركتني نعم أنه كان على الصليب حاملا للخطية يعرف خطية خطيئة لأجلنا هل حجب وجه الله عنه إلى الأبد الحالة لأن الله أنصفه لذلك رفعه الله أيضا وعطاه اسما فوق كل اسم أقامه من الأموات وأجلسه هناك عن يمينه في السموات فوق كل رئاسة وسلطان وماذا عن الأمة هي الآن في مرحلة حجب الوجه إلى حين في مرحلة لعامي مركنين إلى أن يرفع من الوسط الكنيسة ترفع ونروح القدس مع الكنيسة وبعدين الرب يجيس شعب وفي ضيقة هيختبروا فيها كل هذه الألام وبعدين يتبسن في وجههم تاني ويفتح السام ويخلصهم ويرجع تاني يرحمهم كما المسيح أقامه الله نقدا أو جاع الموت أيضا سيكون هناك قيامة لهذه الأمة في المستقبل بس ما يعرفوا غلطتهم ويرفضوا يندموا في الطراب ويبرروا الله ويستزنبوا نفسهم ختام المصمور جميل قم عونا لنا وده بفكرنا المصمور تمانية وستين لما قول يقوم الله يتبدد أعدائك ويهرب مبغضوه من أمام ولي يعني مجرد ما ربنا بس يقوم الكل حيختفي وده بالضبط اللي حصل في المركب اللي أشرنا إليها قام المسيح وقال للبحر أسكت ابكم صار هدوء عظيم العهد القديم كان بين يدي اليهود لكنهم كانوا يجهلون موضوع العهد القديم قال المسيح لليهود فتش الكتب لأنها تشهد لي فالمسيح هو موضوع كل أصفار العهد القديم أدعوك لمتابعتنا في برنامج فاحصين الكتب اشترك في القناة صاحب اشترك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة